اهلا بكم مشاهدنا الكرام في حاقة جديدة من برنامج صد الأقلام ونرصد فيها أبرز ما كتبت الصعف العراقية والعربية والعالمية ونبدأ بعد فاصل قصب نبدأ من الميثاق الوطني وآلاء صلاح تقول سرقنا الشعب تحت ذرائع وهي مستمرة أمام غضب الشعب واستيائه الكبير مما وصلت إليه الأمور وخنق بدون رحمة حتى أصبحوا يعتبرون شفط المال والمليارات بين مزدوجين مبادرة إنسانية والسؤال المطروح هنا تقول الكاتبة لماذا لا تكون هذه المليارات لخدمة الشعب حتى تكون مبادرة إنسانية فمنذ أن تسلط على رقابنا الفاسدون على ثروات العراق والشعبه دفعوه دفعة واحدة إلى الهوية ولم يساهموا في بناء أو تطوير ما وصلهم من صروح عظيمة تم تشهيدها وبسواعد العراقيين بل إن هذه الحكومات ساهمت إسهاما كبيرا واضحا بتدمير هذه الصروح وتخل فيها كذلك وما يشعر به الشعب والمواطنين بالقشعرير أن من يتصدر الحديث في العراق اليوم لا يراعي الذوق العام ويعكس مدى سذاجة وتفاهة عقول من يتسيد المشهد السياسي العراقي حتى أفكارهم التي تخالف العقل والمنطقة والأخلاق ويرفضها العراقيون تفرض عليهم وتفرض عليهم بالأحرى بالإكراه وبالقوة ومنطق التهديد كذلك مما حدا بالكثيرين غلق أبواب النقاش لعدم الفائدة إطلاقا منها سرقانة الشعب تحت ذرائع واهية مستمرة أمام غضب الشعب واستيائه الكبير مما وصلت إليه الأمور وخوقه دون رحمة حتى أصبحوا يعتبرون شفط المال والمليارات مبادرة إنسانية وسؤال المطروح لماذا لا تكون هذه المليارات لخدمة الشعب حتى تكون مبادرة إنسانية فمنذ أن تسلط الفاسدون على ثروات العراق وشعبه دفعوه إلى الهاوية ولم يساهموا في بناء أو تطوير ما وصلهم من صروح عظيمة تم تشييدها بسواعد العراقيين بل إن هذه الحكومات ساهمت بتدمير هذه الصروح وتخلفها وما يشعر بالقشعريرة أن من يتصدر الحديث لا يراعي الذوق العام ويعكس مدى سذاجة وتفاهة عقول من يتسيد المشهد السياسي العراقي حتى أفكارهم التي تخالف العقل والمنطقة والأخلاق ويرفضها العراقيون تفرض عليهم بالإكراه ومنطق القوة والتهديد مما حدا بالكثيرين غلق أبواب النقاش لعدم الفائدة منها إلى موقع صوت العراق ومقال الكاتب علاء كرم الله يقول فيه قد يتفق مع الكثيرون بأنه على ضوء ما جرى ويجري بالعراق من أحداث كبيرة وكثيرة متعددة خطيرة وعلى كافة الأصعدة من بعد الاحتلال الأمريكي والبريطاني الغاشم للعراق في عام 2003 وحتى اللحظة وفي ظل التدخلات الكثيرة بالشأن العراقي ليس من قبل أمريكا فحسب بل من كل الدول المجاورة والمحيطة به حيث صدر وصار من الصعب جدا معرفة مصير العراق وماذا سيحل به وكيف سينتهي بعد أن وصل التدخل الخارجي حدا كبيرا لا يحتمل في إجراء الانتخابات والتلاعب كذلك بنتائجها وتجييرها لصالح هذا الحزب وذاك الاتلاف وهذاك الشخص وغيرهم من الفاسدين واختيار رئيس الحكومة وبالتالي في تشكيل حكومته واختيار الوزراء ووكلائهم حتى وحتى اختيار الموظف من من بدرجة مدير عام حيث يضيف الكاتب مستقبل العراق ومصيره يزداد غموضا وضبابية أكثر يوما بعد آخر بسبب صراع الأطراف الخارجية المتدخلة بالشأن العراقي الدولية والإقليمية منها حتى تكتمل صورة الإلغاء والمحو لا بد من قتل الوعي لدى المواطن وذلك من خلال تجهيل المجتمع ونشر الخرافات والأباطيل الدينية وقتل التعليم بكل مراحله فلا تعليم ولا مدارس ولا مناهج وبالتالي ضياع هيبة العلم والمعرفة وذلك بوضع الشخص غير المناسب بالمكان غير المناسب والعمل على نشر الفوضى وتشجيع الفساد وعدم محاسبة الفاسدين والسراق في كل مرفق من مرافق الدولة ووزاراتها ومؤسساتها العسكرية والمدنية وغيرها الكثير من هذه الأمور حتى بات المواطن يشعر وكأنه يعيش في غابة لا مكان فيها للإنسان الضعيف والطيب والمستقيم فعلى سبيل المثال لم يشهد العراق ومنذ عام 2003 وحتى الآن أية عملية إكساء وتمليط لشوارع العاصمة بغداد فما بالك ببقية المحافظات وتحديدا محافظات الوسط والجنوب التي تغلي كالبركان بسبب ما آلت إليه أوضاعها من حرمان وجوع وفقر وبطالة وانتشار الأمراض والمخدرات بالوقت الذي تطفو فيه هذه المحافظات على بحار من الثروات النفطية والمعدنية وتحت عنوان المشروع الإيراني في عام 2023 بين التضليل والتمنيات نقرأ مقالا للكاتب إياد أبو شقرة في صحيفة الشرق الأوسط جاء فيه ببدء العد العكسي لإطلاقة العام الميلادية جريد 2023 ومع طي صفحة الأشهر الـ 12 من الصربة وتأهبا لاستقبال الآتي يجري ترحيل أزمات المنطقة وأزمات العالم برمته على وقع التوقعات والتخمينات القاسم المشترك هنا في هموم الشرق الأوسط برمته وتحديداً للجزء الشرقي من العالم العربي هو مآل المشروع الإيراني في المنطقة الذي أبصر النور مع فكرة تصدير الثورة الخمينية في عام 1979 يضيف الكاتب المشروع الإيراني في اعتقادي لا يزال يشكل المحور الأساسي لأحداث المنطقة لجملة من الأسباب في طليعتها رقعة امتداده وحساسية اختراقاته والتباس المقاربات الدولية حياله سواء بنسبة إلى تعريفه أو التعامل معها اليوم نسمع نغمة جريدة على وقع الاحتجاجات الشعبية الإيرانية مؤداها أن طهران وأدواتها في المنطقة قرروا العودة إلى لغة الاعتدال والحوار وأن الحكم الإيراني محرج ومحبط وبالتالي لا بأس من استغلال هذه الفرصة للحصول منه على تنازلات وبالطبع هناك سذج متحمسون لتصديق هذا الطرح لكن الذين يعرفون طبيعة هذا النظام منذ حكاية تجرع السم الخمينية يعرفون أن المسألة ليست بهذه البساطة وأن النمر لا يغير جلده إن نسبة التضليل المدعوم دولياً كبيرة جداً والحذر اليوم وغداً وبعد غد أكثر من واجب نقرأ في القدس العربي مركز أمريكي خمسة تطورات ترسم ملامح الاقتصاد العالمي في العالم الجديد قبل أيام قليلة من بداية العام الجديد لا يبدو إطلاقاً أن هناك فرصة قوية لخروج الاقتصاد العالمي من أزمتها الرائدة مع استمرار عوامل التراجع سواء في التضخم المرتفع وتجديد السياسات النقلية أو تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وهو ما دفع صندوق النقل الدولي إلى خفض توقعته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي في العام الجديد وجاء في تحليل عدته مجموعة من محللي وخبراء مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية كذلك في واشنطن بقيادة ماثيو غودمان كبير نواب رئيس المركز للدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد العالمي سوف يسجل خلال العام المقبل أقل معدل نمو له منذ عشرين عاماً باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية عام 2009 وذروة جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020 سيظل العالم يعاني من تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة قيمة الدولار الأمريكي وقد يتخلف الكثير من الدول النامية عن سدار ديونها بالعملات الأجنبية خلال العام المقبل لأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية قلص مستويات السيولة النقدية في الولايات المتحدة الشيء الثاني هو تطور العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع دول آسيا والتطور الثالث المنتظر في العام المقبل هو توسع إدارة الرئيس الأمريكي في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين وإذا لم تنضم الشركات الهولندية واليابانية للحظر الأمريكي على الصين فإن واشنطن قد تهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد تلك الشركات وسيكون التطور الرابع المنتظر من نصيب سياسة تمويل التنمية والبنية التحتية في العالم حيث تعتبر البنية التحتية العالمية مكوناً رئيساً في السياسة الخارجية لإدارة بايدن خلال العام المقبل ويتعلق آخر التطورات الخمسة المنتظرة في العام المقبل بتمويل جهود مكافحة التغير المناخي في العالم ننتقل إلى مقال نشرته الناشنال انترست جاء في مقال نشرته المجلة الأمريكية أن أزمة الحرب على أوكرانيا أعدت صياغة النظام الدولي وترتيب الأوضاع في العالم برمته إذ أتاحت للدول المجال الواسع للسعي وراء مصالحها الذاتية من دون الانحياز لمعسكر سياسي بعينه وحذر روبرت رابيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلوريدا أتلانتيك في مقال بالمجلة من أن الدولار الأمريكي بدأ يفقد بعض بريقة جراء تفكير بعض حلفاء الولايات المتحدة في استخدام عمولات بديلة لها ولفت إلى أن أغلب دول العالم لم تفرد عقوبات على روسيا مع أن الكثير منها أدان الغزو الروسي لأوكرانيا ورغم أن الغرب ظل يصور الأزمة الأوكرانية مع روسيا على أنها مواجهة بين الديمقراطية والاستبداد فإن تلك الدول تعتقد أن الأزمة تتجاوز ثنائية الديمقراطية الاستبدادية مما قد يؤثر على أمنها القومي وكذلك الاستدامة والسلام العالمي إن الأزمة الأوكرانية قسمت العالم إلى ثلاثة معسكرات أحدها بقيادة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي النيتو وآخر تقوده روسيا والصين وثالث واقع بين المعسكرين وهو المعسكر الذي آثرت دوله الحياد جاذبية الدولار الأمريكي عالميا تكمن جزئيا في قوة الولايات المتحدة الجيوسياسية والاقتصادية وحيويتها إلا أن هذه الجاذبية بدأت تفقد بعضا من بريقها ومن المنطقي في هذا الصدد أن يصبح الليوان بديلا عن الدولار الأمريكي في عالم متعدد الأقطاب في غضون سنوات وليس خلال عقود أو قرون كما يتوقع الكاتب الذي يختم مقاله بالتحذير من أن تطورا من هذا القليل سيوجه ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي الذي ربما لا تتمكن واشنطن من التعافي منها نتابعوا إياكم الكاريكاتور ونواصلوا بعدها ترجمة نانسي قنقر للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع نفذ ألاف الممرضين والممرضات في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء إضرابا من أجل تحسين الأجور وظروف العمل وعزرت نقابتهم إنذارا للحكومة للرد على مطالبهم في غضون 48 ساعة أو مواجهة جولة أخرى من الإضراب في يناير كانون الثاني المقبل كما حذر رؤساء قطاع الصحة في بريطانيا الحكومة من المخاطر التي تتهدد سلامة المرضى من موجة الإضرابات خصوصا أن عمال سيارات الإسعاف يعتزمون الخروج بإضراب عام غدا ويهدد الممرضون كذلك والممرضات بمزيد من الإضرابات الاحتجاجية على الأجور استيقظ أكثر من 200 ألف أمريكي من دون كهرباء من جراء العاصفة الشتوية المستمرة منذ أيام في شرق الولايات المتحدة والتي خلفت أكثر من 20 قتلا وعدت طقص القاسي وهو مزيج من العواصف الثلجية والبرد الاستثنائي إلى هبوب رياح ثلجية فيه 48 ولاية متجاورة في نهاية الأسبوع وتقطعت السبل بمسافرين مع إلغاء ألاف الراحلات الجوية في وقت علق سكان في منازلهم التي غطاها الجليد والثلج وتم تأكيد إلغاء 22 حالة تأكيد بالأحرى 22 حالة وفاة مرتبطة بالتقص في ثماني ولايات بينها سبع على الأقل في غرب نيويورك حيث هطل الكثير من الثلج وهبت رياح شديدة وبرد قارس في بوفالو والمدن المحيطة بها نتابع سوية فيديو اليوم الذي اخترناه لكم بعناية من مواقع صحف نحن في السودان عايشين ستيل ناو في في ظل انقلاب عسكري راحوا وضحيتوا أكتر من مئة شهيد والسنة الفاتت ديه الفين وعشرين كلها كانت عبارة عن مقاومة للانقلاب دو ورفض ديو واستهلكت كثير مننا استهلكتنا نفسيا وبدنيا ويعني في كل النواحي نتمنى أن السنة الجديدة دي تجي أهم شيء التعليم رخصوا لنا التعليم والمواصلات والمعيشة دي الحاجة اللي احنا بتمناه من الناس الماسكين الحكومة وكذي يعني ان شاء الله يكون سنة خير وبركة علينا نتمنى من الله ان السنة الجاية يبعد مننا التدخل الأجنبي نحن في وحدتنا اننا عايزنا ترابط تكاتف والناس تعليل مشاكلة بطريقة سلمية عشان نلقى عشان نلقى الطمانينة نلقى التعليم نلقى الصحة نلقى التعليم ونلقى الصحة ونلقى نلقى ما يتمنىه كل سوداني أصيل داخل قلبه ما فيه كل الخير ان شاء الله يا رب اتمنى انه 2023 تكون عام يعني يمكننا من انه نحقق تموحاتنا ورغباتنا وبتمنى كمان للشعب السوداني انه يصل انه قيمة الأطراف تصل لحل سياسي يرضي جميع الأطراف وبترحم علي حياة السهداء وبترحم علي السهداء فانا بتمنى 2023 سنة تكون جديدة وجميلة نقدر نحقق فيها كل أحلامنا وطموحاتنا بانه السودان يكون دولة محترمة دولة المواطن يعيش فيها بكرامة وينال كل حقوقه دون بطش وقهر وتسلط اتمنى في العام الجديد 2023 تحقق الأمن والاستغرار هم هاي للبلد نزلط المشاكل التي كانت حاصلة في السنة الفاتر وعدم الاستغرار وعدم الأمن الثاني حاصل وتكوين حكومة مدنية مدنية بحتة نادت بها كل الأصوات وكل الجماهير وشعب السوداني وتحقيق العدالة أولا والقصاص الحق الشهداء شكراً للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة